طيب خلونا نروح بقى ليه يعني حاجة بنسميها ايه باريقة امل كده ما بين النماذج المصرية الطيور المهاجرة في الدول العربية كابتن مصطفى مرعي مدرب فريق درنس الليبي نجاحات المصريين مش بس في الدوري المصري كمان في الدوريات العربية شفنا اكتر من تجربة عندنا في الوقت الحالي كابتن مصطفى مرعي بيقود فريق درنس الليبي بيحقق معا نتائج جيدة جدا في الدوري هناك حاليا الفريق بيحتل المركز التالت في المجموعة الاولى من الدوري عشان الدوري هناك اللي بيينقسم ليه مجموعتين الفريق بينتلق 15 نقطة بفرق نقطة واحدة فقط عن اهلي بنغازي اللي هو متصدر وبنفس عدد النقاط مع فريق النصر ان كان طبعا النصر متفوق بفرق هدفين الفريق بعد مرور 9 جولات فاز في 4 مباريات تعادل فيه 3 مباريات خسر مبارتين واحرز 9 اهداف وطلقت شباكه 7 اهداف يعني ارقام مشجعة جدا معانا دلوقتي الكابتن مصطفى ماري عشان يكلمنا شوية عن تجربته في الدوري الليبي كابتن مصطفى يا صباح الفل يكلمنا شوية عن هذه التجربة يعني الملهمة للمدربين المصريين في الدوريات العربية صباح الفل علي كتب الرجال وان شاء الله نستمتع مع بعض الحمد لله والله انا هنا في الدوري الليبي الممتاز مسجتي نادي دارنس نادي دارنس كان السنة اللي فاتت بصارع الهبوط ربنا قرمي عامل لغاية دور اولاني مميل في ظل ظروف ان احنا ده نافة النادي الاهل بنغازي ونادي النصر وفي نادي الاخضر دي اللي عبروكم فدرالية الافريقية في المجموعات اه الانبياء دي لو قلتلك الميزانيات بتاعتها ده اخلص تبع وعشرين مليون وثلاثة وعشرين مليون وعشرين مليون دينار اه انا الميزانيات بتاعت الغد بغاية تصارف مليون ده وفيش وجه مقارنة ربنا قرمي عامل حالة كويسة نادي دارنس كان مجينة دارنة اه يمكن شبه فرق عبني وبين الناجل آهل بمت واحد دي ارقام يعني هل كنت لنمصطفى معلش ہیں يعني عا cutting عنها الارقام دي يرمن يعني لها تمر امامنا مرور الكرام الفريق بيصارع伊번 الموسم اللي فات تحت قيادتك هو دلوقتي في الرقم 3 على الدوري في المجموعة بتاعتكم صح كده والميزانية مقاررة واحد مقاررة نعم والميزانية مليون دولار فقط مليون دينار 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 ليبي يعني 6 مليون مصري صرفين لوحد دلوقتي 6 مليون مصري وفي فرق الاهلي يرقم اعجازية يا كابتن يعني اه طبعا الشغل انا اقول معلومة محدش اعرفها يمكن حداتك اول حد اعرفها انا من ولاد الكابتن مشير اصمان زي ما كابتن ايمن الرمادي اللي ناسك اصوان وعمل كافرة من ولاد الكابتن مشير اصمان وعلى فكرة وبميزانية قليلة جدا برضو يعني فيه اعتقد تشابه في التجوانتين انا انا الاول باشخل كابتن مشير اصمان لان احنا تربينا على ايديه في التدريد وكابتن ايمن الرمادي اتربي على ايدي كابتن مشير اصمان في الامارات اللي انا اعاوز اقولك احنا لسه دلوقتي نكتشف كابتن ايمن الرمادي كابتن ايمن الرمادي ده حال 55 سنة ولسه نقول عليه اكتشاف اه الفاتق بيننا وبين اي حد ان هنا الناس بتقدر الشغل بتقدر طعبك بتقدر طعبك مش شرط مادة بتقدر طعبك ومجهودك ان انت بتنجح حدنا الخرصة بره بره البلد بره بلدنا احنا مشكلتنا في مصر مفيش الجراءة معادينا مجال استقرار برحمة ربي خلينا اصرحك سؤال بيدور في الازانة المصريين اللي منجودين في الدوري اللي بي سواء كان مدربين او لعيبة تواجدهم شكل عامل ازاي والله احنا معانا كابتن محمد عودة خلي بالك احنا مشكلتنا بره في الدول العربية او دول الخارجي يعني احنا الدوري هنا الليبي مجموعتين شبه كلهم مدربين توانسة اه تجربتي خلت نادي الهلال يتعقد معاكت محمد عودة اللي اتجاه بقى دلوقتي ان احنا كل تلات اربع الدوري الليبي دلوقتي بيقولك المدرب المصري ناجح ده عظيم جدا تجربة ملهمة يعني اه الحمد لله عودة كان جاي برضو مسك فرقة الهلال كانت اه ما حلفاش الحظ مع مدرب تونسي اه ربنا ترى موجي دلوقتي بقى سادس في الدوري الليبي اه في نفس المجموعة بتاعت الاولى احنا 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 عنوان لمصر بنحاوز زي ما كنت انترق مصطفى في المغرب اه ماشي كويس اه المشكلة بس ان الجراءة الجراءة اللي هي مجلس العزارة انت انا دلوقتي يبقى عندي 46 سنة 47 سنة هو مش شرط ان انا يبقى عندي 60 سنة عشان نمسك في الدوري الممتاز احنا بتبقى محتاجين الفرصة مصر مليانة كفاءات ومليانة مدربين كويسة غيري كمان تمام فهي تبقى محتاجة من مجالس الإدارة الشجاعة عظيم جدا انه بيدي الفرصة عظيم جدا قل يا كابتن مصطفى اخبار اللعيبة المصرين معك في الفريق اي بقى اولوها انا لسه انا جيت على فريق متكون للامانة لازم اشكر كنت تنبسطش حالة مدير الكرة انه كان لعيد في نادي الاخضر وفي نادي الاهلي جي واشتغل معايا قبل كده في نادي الاخضر من عشرين خمستاشر فهو كان مختلف في كدرات التنية وجبني لنادي دارنيس هو اللي كون الفريق فاحنا ما كناش لسه جبنا مصريين لكن جبنا فرانك اللي هو كان في نادي الجيش قعد لعب 6 سنين في نادي الجيش وعمل الموسلم مميز تنك بتاع نادي الجيش لعب كونرولي بس هل في المستقبل مرايك اذا انت عايزت بلعيبة مصريين من الدول اكيد طبعا اكيد حطينا عيننا على لعيبة مصرية في يناير في لعيبة مميزة كثير ومش شرط برضو من الدور الممتاز ممكن اذا لعيب مميز في الممتاز ده لان كل لعبة الدور الممتاز تابت منتاز ده وكل الاكتشافات اللي طلعت زي حسين الشحات اكتشفوا كتنوع الفؤاد ولما كان في الشرعية للدخان ده حقيق هو الموضوع يعني عايز له عين عين بتعرف ان هي بسموها زي زمان الكشفين على اي حال هي تجربة ملهمة جدا كابتن مصافة مريان مشكرك شكرا جزيلا انا بتمنى لك كل التوفيق في التجربة دي موسيقى